السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشتغل فيديو ده في غرزة جميلة جدا جدا. اسمها الغرزة الهلالية. اللي هي رقم تمانية. حاول اش هورلكو عليها كده. هي رقم تمانية. الغرزة دي. الغرزة دي جميلة جدا وممكن نعمل بها افكار كتير. هوريكو هنعمل بها ايه دلوقتي? احنا اللي بنتحكم الغرزة اللي هنعملها باول بكرة. في هنا زيرو وفي حرف اف وفي حرف واحد. خلاص اللي هنتحكم فيها بالنسبة للغرزة بالنسبة للبكرة اللي في النص هنخليها على خمسة. مش هنعمل فيها حاجة. تمام? لكن دي اللي هنغيرها. اول حاجة هعملها لو انا جبت البكرة على رقم واحد البكرة اليمين زي ما قلتلكو. طبعا احنا زغطنا البكرة على رقم تمانية البكرة بتاعت اللوحة على رقم تمانية عشان تدينا الغرزة الهلالية. وزي ما قلتلكو كده البكرة اللي في النص على خمسة. هبدأ اشتغل ونشوف هتعمل لنا برزة شكلها ايه? بسم الله. طيب هتطلع بقى الخيط ونشوف احنا عملنا ايه? هنقطع كده برضو اهو الجرزة اهيه بالشكل ده. اه جميلة جدا. انا هورها لكم في النور بعد ما نخلص. انا بس عشان مقربة الكاميرا. عشان اوريكم الجرز وهي بتتعامل. طيب دي لو احنا عاملين البكرة اليمين على رقم واحد. انا غلطت قلتلكو حرف واحد وانا بقول لكم في الاول في اول الفيديو. لا احنا عملناها على رقم واحد. هرجع اجيبها على حرف اف. طيب لما نجيبها بقى على حرف اف نشوف الشغل هيبقى ازاي اهو. طبعا انا بديها راحتها خالص وهتنشتغل نبدأ نشوف هتبقى الغرزة ازاي? اهي. اه لو الغرزة اه على حرف الاف اه بتدينا الشكل الهلالي ده. اه فوق اوسع شوية. اه هنا اه الفسطونة بانت شوية. اهي الورزة الهلالية اللي هي فسطونة. اه بانت شوية. طيب. اه هنشوف بقى لو احنا عملناها على حرف الزيرو. هتدينا الشكل عامل ازاي? اهو. بسم الله. انا بسيبها براحيتها. هي بتمشي البطل خالص. بسيبها براحيتها كده عشان آآ تعمل الغرزة تبقى مزبوطة. انا شدت في جزء كده. عشان اوريكم لو انا شدت المنزر هيكامل ازاي? طيب نشوف بقى الغرزة اتعملت ازاي? اهي. انا لما شديت الورزة اتعملت واسعت كده. اه لو انا حابة اشد وانا بشتغل. اه هتطلع الورزة عاملة معايا كده. بس انا اشد ليه ما انا ممكن اعملها على حرف الاف. وتطلع معايا كده. لكن انا لما حب اعملها آآ فسطنات صغيرة اوي كده. لو انا هترزها على ملايا لو هترزها على حاجة. آآ هتبقى كويسة جدا. تمام? طيب. آآ احنا ممكن نعمل ايه تهياني بقى? احنا ممكن نعمل افكار كتير آآ بالغرزة اللي زي دي. يعني مثلا انا اقدر ارسم آآ ورقة شجرة آآ او تلات ورقات آآ شجر آآ وبامشي بيهم آآ بامشي على آآ آآ على على الرسمة اللي انا عملتها. لو انا رسمت رسمة كده ولا حاجة. انا من غير مرسم من غير حاجة هوريكوا الفكرة بس من غير مرسم حاجة. لكن لو حضراتكم عايزين تعملوا كده بألم او بتبشيرة او بحاجة ارسموا آآ رسمة كده معينة تعجبكوا عصفورة آآ آآ ورقة شجر وردة اي حاجة واعملوها بالطريقة اللي هقولكوا عليها دي. احنا بنجيب بنسيب على الزيرو زي ما هي وعلى حرف وعلى رقم خمسة وبعدين ببدأ اشتغل كده احاول اعمل اي ورقة اي حاجة اهو باشتغل كده اهو بعمل كده بامشي عن خط بامشي عن خط اللي انا رسمية انا مش رسمة خط ولا حاجة بس انا بقول لك يعني لو حبينا نرسم حاجة ونعملها اهو وبعدين هرجع تاني اهو اهو ممكن انا ارسم رسمة بالطريقة دي اهي اهي رسمة جميلة اهي انا مش رسمها اه مش معلمة ولا حاجة طبعا احنا لو علمنا هتبقى متقنعا كده اه تمام طيب ممكن اعمل اه ايجي على حرف الاف اه وبعدين اعملها واسعة شوية ممكن اعملها واسعة شوية اهو ممكن اعمل كده وامشي اهو بسم الله برضو لو انا رسمة رسمة طبعا هي لو برضو مرسومة هتبقى متقنع عن اللي انا عملاها دي بس انا بوريكو بس الفكرة اهي اهي اقدر ارسم اي حاجة اقدر اعمل اي منظر اي شكل اه انا عايزاه اه بالطريقة دي كده اه لو انا عايزة مثلا اه اوسع اه اوسع الغرزة شوية ممكن اوسع الغرزة شوية كمان اه لو عملتها مثلا على تلاتة او على تنين هتبقى اوسعة كمان يعني اعملها كده اهو لو انا عايزة اعملها كدريزة على ملاية او على حاجة او على كم حاجة اهو لو انا عملتها على تنين اهي هتبقى شكلها باين اه هنضفها كده وهجاورها لكم بقى اه وهي معمولة عشان تشوف الغرزة دي عاملة ازاي اه انا بعد ما نضفتها اهي اه جميلة جدا اه ولو حبيت اعمل افكار زي ما قلتلكم كده هنعمل اه شكل اي شكل احنا عايزينه اهو اه ممكن اعمل اه عصفورة اعمل قطة اعمل اه اه وردة اعمل اي شكل يخطر في بالي اكتب اسم اه اكتب حرف اي حاجة وشغلها مضيف جدا اهي اقلب لو لو ماشا كمان انا نضفتها من الناحية التانية اهي حتى من الناحية التانية برضو اه شكلها منصق وجميل جدا اه اه اتمنى تكون الغرزة دي عجبتكم اه استنوني برضو هنعمل غرز كتير وهنعمل افكار كتير اه بالماكنة الجميلة اللي هي برازر المنزل اه استنوني في الفيديوهات جاية تاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته